تحت رعاية اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك إلى العمل الإنساني وعشون الشباب اختتمت منافسات نسخة 2023-2024 من النهائي الإقليمي لبطولة مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالشركة مع بولي تيكنيك البحرين وجامعة البحرين وخلال كلمة لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة خلال الحفل الختامي للمسابقة أكد سمو أهمية تحسين مهارات الشباب وإعادة صقل مهاراتهم مركزا على ضرورة توفير التعليم والتدريب مدى الحياة وأضاف سموه أن مشاركة أكثر من 27500 مشارك من 600 جامعة من المنطقة يعتبر بداية رائعة لتعاون ممتاز طويل الأمد بين القطاعين العام والخاص في إعداد الشباب لمستقبلهم كانت تحسين مهارات المهارات المهارات المتحدة تحسين مهارات المهارات المهارات المتحدة تحسين مهارات 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 المتحدة تحسين مهارات المتحدة تحسين مهارات المتحدة تحسين مهارات المتحدة المترجمات التي تجربت فيها في كل مواقعات التي تجربت فيها في كل مواقعات الآن تكون لديك تجربة لطفاق المترجمات لكي تجربة في المنزل لذلك أقول لكي أردتك أنا أصدقاء أن الأراض المترجمات التي تقولون أنها مستقبلة من المشكلة أقعد I think it's full of opportunities. This is what I see anyways. I hope to see the endless possibilities and opportunities that are coming our way. Only a few years ago, the general public felt that there is very little left to develop in technology and we thought we knew where everything is going. Now, think of the last few months. Think of the advent of publicly available machine learning, think of the introduction of mass market AI tools and what they've been able to accomplish now think of the skills which you have developed and the skills you're working on developing and think of what you'll be able to do in the future we live in exciting times and may you always be ready to cooperate to collaborate, to compete and to win Thank you very much من جانبه أشهد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير تربيته والتعليم رئيس مجلس أمنا جامعة البحرين في كلمته أشهد بالدعم المتواصل من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد أهل خليفة للشباب ودور سموه الوطني الملهم لتشجيعهم على مواصلة طلب العلم والإبداع والابتكار مؤكدا سعادته أهمية الشراكة المثمرة بين جامعة البحرين مع شركة هواوي العالمية ودورها البناء في تدريب الشباب البحريني وسقل مهاراته بالإضافة إلى مساهمتها في افتتاح مختبر متخصص ومكتب رقمية متطورة في جامعة البحرين وما تبديه من حرص على تعزيز النظام الأيكولوجي الرقمي في المملكة من جانبه أكد شون لي وانغ نائب رئيس هواوي في الشرق الأوسط وأسيا الوسطى أكد أن مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشكل العمودة الفقرية الحاسم للاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط وأسيا الوسطى مؤكدا التزام هواوي بتزويد الطلاب بمنصة لنقل المعرفة والمنافسة الصحية وتبادل الابتكارات والأفكار مع التركيز على تعزيز معرفتهم بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهاراتهم العملية ويعد النهائي الإقليمي لمسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعد تتويجا لمسابقات مكثفة على المستوى الوطني استمرت لمدة أربعة أشهر والتي أقيمت في أحد عشر سوقا وقد فاز في هذه المسابقة 66 طالبا وعشرون مدرسة مقسمين إلى 22 فريق تستكمل الفرق منافستها في مملكة البحرين لتتويج الفائزين في الشرق الأوسط وكاليفورنيا والانتقال إلى النهائيات العالمية التي ستقام في مايو 2024 في الصين شاهدناهم اليوم هم جزء بسيط من الأعداد اللي شاركوا واليوم ما وصلوا للمرحلة الختامية جامعة البحرين وبوليتيكنيك البحرين والمؤسسات التعليمية الثانية في البحرين أصبحت تهتم جدا بهذا المسابقة ويشاركون فيها سنويا ويشاركون فيها كذلك بفرق مشتركة والحمد لله أثبتوا نجاحهم أثبتوا تفوقهم أثبتوا أنهم على نفس المستوى مع الجمعات الأخرى في المنطقة وإن شاء الله منها للأعلى كل سنة إن شاء الله قاعدين يتطورون والفكر الاشتراك بالمسابقة والإبداع فيها بدأ ينتشر بين طلابنا الحمد لله شفنا منافسة شرسة ما بين عدة فرق تميزت من عدة دول ونأمل إن شاء الله أن يكون كل من شارك وكل من فاز لا بد أن يكون له بإذن الله باع في وضع البحرين على خارطتها ومكانها الدائم في العالم الشباب البحرين دائما أنا أشوف أقدر على كل شيء جامعة البحرين سعادتنا وايد بكورساتها وتعاونهم معنا في المنصات وفرصة هواوياتنا ما حبينا نرفضها قلنا بنشارك ونتشوف مهاراتنا واللي يصير يصير خلال الدراسة وتعاب والسهر وكل شيء قدرنا الحمد لله والسم الشيخ ناصر ما قصر معنا حضر ويانا ودعمنا واللهم لك الحمد